عقد اليوم مجلس الوزراء اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوة المسلحة وزير الدفاع الوطني استهل مجلس الوزراء أعمله بالاستماع لعرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الأسبوعين الماضيين ثم ناقش وصادق على العرض الوزرية المتتالية كان أولها عرض لوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية الذي قدم برنامج عمل قطاعه وأفاق تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية لفترة 2020-2024 وهذا انطلاقا من استراتيجية تقوم على أساس تحول تدريجي ومستدام يضمن القطيعة مع الماضي في الهيكلة التنظيمية والمؤسساتية للقطاع وطرق التسيير ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وتعتمد المقاربة الجديدة على عادة تعبئة الوسائل الموجودة داخل وخارج القطاع بإشراك المتعاملين الخواص والعموميين والبحث عن أنماط للتنمية والتوسع انطلاقا من أقطاب امتياز في الشعب الانتاجية بإشراك جميع الفاعلين وتعزيز التكوين التكوين للاستجابة لاحتياجات القطاع ويستهدف البرنامج رفع مستوى الانتاج إلى 166 ألف طن من المنتجات الصيدية وتوفير 30 ألف منصب شغل جديد والوصول إلى توفير نظام انتاج وطني قائم على وسائل ومدخلات منتجة محلياً مع اطلاق برنامج واسع لتربية المائيات البحرية والقارية وتعزيز التأهيل وتسهيل حصول المستثمرين على العقار وضمان بيئة ومرافقة اقتصادية أقل بيروقراطية من خلال خلق نظم بيئية مقاولاتية تسمح بالمرافقة الكاملة لإنشاء مؤسسات صغيرة ومصغرة والتكفل الاجتماعي بالصيادين وبناء قدرات وطنية للصيد في أعالي البحار لدى تعقيبه ذكر السيد الرئيس بأن تلبية حاجيات المواطن في كل الميادين هي محور برنامج الحكومة ومنه جاءت فكرة تأسيس وزارة خاصة بالصيد البحري والمنتجات الصيدية لأنها وزارة لا تقل أهمية من حيث المردود عن وزارة الفلاحة التي كانت ملحقة بها في السابق وهكذا يردف البيان سيأخذ قطاع الصيد البحري حجمه الحقيقي في تنويع مصادر الدخل الوطني عن طريق ضمان الاكتفاء الذاتي من الأسماك والتوجه نحو التصدير خاصة وأن الجزائر تتوفر على واجهة بحرية طويلة تؤهلها لإنشاء صناعة للصيد البحري بتجاوز الأسليب التقليدية المتبعة حالياً وترفع نصيب الفرد في استهلاك البروتينات ومن ثم التقليل من استراد الأسماك وحتى اللحوم الحمراء مما يعود بالفائدة على الخزينة العمومية وهنا دعا السيد الرئيس دعا إلى التخلص من الممارسات البيروقراطية التي تحد من طموح القطاع وتنظيم الصيادين في تعاوليات بإشراك المجتمع المدني واستغلال أعالي البحار بوسطة أسطول وطني تقوده إطارات جزائرية تستفيد في تكوينها من تجارب الدول الرائدة في هذا الميدان وحث على التوسع في التكوين المهني لليد العاملة في قطاع الصيد البحري حتى نحافظ على استمراريتها وتوريثها عبر الأجيار وفي ذات السياق أمر السيد الرئيس بالاهتمام بإنشاء الأحواض الجافة وفق الحاجة من أجل الصيانة والتقليل من استراض قطاع الغيار وكلف في الأخير الوزارة المعنية بعداد برنامج عمل سنوي ضمن الخطط الخماسية المقترحة والتعريف بذلك عبر وسائل الأعلام حتى يطلع الرأي العام على جهود مبذولة في هذا القطاع وكل القطاعات الحكومية بصفة عامة بعدها قدم وزير المالية قدم عرضا حول ضبط واردات الخدمات وإشكالية نشاط الموانئ الجافة تطرق فيه لأسباب الارتفاع السريع لفاتورة الخدمات واقترح حزمة من التدابير للتحكم في واردات الخدمات كما تضمن عرض وزير المالية معالجة إشكالية الموانئ الجافة باقتراح مراجعة شاملة للمنظومة الحالية لدى تدخله أمر رئيس الجمهورية أمر رئيس الجمهورية بتطوير أسطلنا البحري كي يكون قادرا بنهاية السنة الجارية على تكفل التام بنقل البضائع مما سيسمح بتوفير العملة الصعبة من خلال تجنب الفواتير المضخمة من جهة وبتقوية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى وفي مجال الصيانة أمر السيد الرئيس أمر بإعطاء الأولوية المطلقة في منح عقود الصيانة لأبناء الوطن خاصة وأن بعض هذه العقود المبرمة مع الخارج طويلة الأجل ولا يرافقها نقل للتكنولوجيا مع أن مستوى المتخرجين من جامعاتنا قد تحسن في مجال العلم والمعرفة ملحا على ضخ عنصر الذكاء الوطني في القطاع وتقليص التدريجي من التبعية للخدمات الأجنبية وأوضح السيد الرئيس أنه حتى إذا كانت هناك بعض المكاتب الوطنية للدراسات لا ترتقي للمستوى الدولي فيجب تدعيمها ودفعها إلى تنويع اختصاصاتها والانتظام في شكل تعاونيات ولدى تطرقي لمسألة الموانئ الجافة نبه سيد الرئيس إلى ما تمثله بعض هذه المنشآت بشكلها الحالي ما تمثله من أخطار على الأمن القومي والسيادة الوطنية والخزينة العمومية وأمر في هذا الشأن الحكومة بالإغلاق الفوري للموانئ الجافة غير المرخص لها والاشتراط على المرخص لها أن تكون مجهزة بسكانير لتسهيل الرقابة من طرف الجمارك ثم كلف السيد الرئيس كلف الحكومة بإعادة تنظيم هذا القطاع وإلحاقه بالموانئ الوطنية بما يوفر خدمة الصيانة بعد البيع ويضمن الأمن القومي وسيادة الوطنية ووقف هدر العملة الصعبة بعد ذلك قدم وزير الصناعة والمناج مدخلة حول استيراد المواد القابلة للتحويل والعتاد الصناعي والتي سجلت زيادات قياسية خلال السنوات الأخيرة دون أثر إيجابي على نمو الناتج الداخلي الخام وبلغت وردات البلاد من المعدات المصنعة الموجهة للاستثمار والاستهلاك حسب العرض بلغت 12 مليار دولار بالإضافة إلى استفادتها من إحفاءات جمركية دائمة وغير مبررة وهو ما يتطلب يردف البيان يتطلب إصلاحات فورية وهيكلية منها إلغاء الإحفاءات في بعض التعريفات من أجل تصحيح الاختلالات وتوفير 4 مليارات دولار من المبالغ المحولة و250 مليار دينار جزائري كحقوق للخزينة العمومية ولتقليص فطورة واردات الوقود والحديد والصلب والمواد البلاستيكية تدرس الوزارة وضع قاعدة معطيهات للمواد الخام والمنتجات النصف مصنعة في السوق الدولية والإسراع في بعث النشاط المنجمي ووضع مساحات قابلة للاستغلال والاستكشاف منها مشاريع مشتركة بتمويل أجنبي كما تقرر الاستغناء عن مكاتب الدراسات الأجنبية إلا في حالات عدم وجود خبرة محلية هذا وسيتم أيضا تعزيز التنسيق مع القطاعات المعنية بملف الشحن البحري من وإلى جزائر وإخلاء الموانئ الجهفة من متعاملين غير جزائريين وكل هذه الإجراءات يردف بيان مجلس الوزراء ستساهم في تقليص فاتورة الاستراد إلى حدود ستة مليارات دولار وأكد السيد الرئيس تعقيبا على هذا العرض أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة الصناعية المقترحة في طار تنمية وطنية متوازنة حتى يلمس المواطن في الميدان بداية حقيقية للتغيير تنسجم مع طموحاته وتطلعاته وأمر بعدد من الإجراءات من بينها الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في التسيير وتجنب الوسطة في استراد المواد الخام والانتهاء في أقرب الأجال الانتهاء من إعداد دفاتر الشروط لاستراد السيارات الجديدة بكل أنواعها ونشرها تباعا بشرط أن يكون الاستراد مباشرة من بلد المنشأ الأصلي الذي تتقاسم معه الجزائر مصالح مشتركة واضحة وأن يكون المستورد متخصصا ويقدم جميع الضمانات التي تحمل اقتصاد الوطني من الممارسات السلبية السابقة من جهة قدم وزير الفلاحة والتنمية الرفيئة قدم عرضا يتعلق بنظام بالتنظيم القانوني لدوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية تنفيذ لقرارات مجلس الوزراء المنعقد في الثالث مايو 2020 مبرزا الدور الاستراتيجي للدوان الذي سيكلف بتنمية وترقية الزراعات الصناعية الاستراتيجية بالأراضي الصحراوية المتمثلة في الذرة والزراعات السكرية والزيتية ويأتي ذلك تنفيذ لالتزامات رئيسي الجمهورية بخصوص خفض فطورة الاستراد وتوفير المواد الأولية الضرورية لإنتاج السلاع الاستراتيجية الواسعة لاستهلاك باستغلال القدرات التي توفرها الزراعات الصحراوية قصد الرفع من القدرات الوطنية الفلاحية وضمان الأمن الغذائي وسيوجه الديوان الذي سيكون مقره بالجنوب سيوجه إلى تسيير الإجراءات ومرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع المهيكلة والمدمجة وسيتكفل الديوان بمرافقة حاملي المشاريع الكبرى للاستثمارات الفلاحية المهيكلة التي تسمح بتطوير الزراعات الصناعية الاستراتيجية الموجهة لاستبدال المواد الأولية المستوردة حاليا بصفة مكثفة وهذا من طرف المتعاملين الاقتصاديين بعد هذا العرض ذكر السيد رئيس الجمهورية ذكر بضرورة منعات الهدف الاقتصادي الوطني من تأسيس هذا الديوان الذي يكمن في التخلص في أقرب وقت من استيراد الزراعات السكرية والزيتية والذرة لتوفير العملة الصعبة ملحا على تحديد حقوق وواجبات المتعاملين مع دوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية ضمن دفطر شروط دقيقة بعدها قدم وزير التجارة قدم عرضا تمحور حول وضعية الواردات من المتجات الفلاحية والإجراءات المتخذة من طرف دائرته الوزارية رحمية الانتاج الفلاحي الوطني ويشمل هذا العرض بالتحليل هيكل الواردات الزراعية وخاصة اللحومة والخضر والفواكه والحليب والقمح والشعير والذرة ومن بين الإجراءات المقترحة توسيع قائمة المتجات الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي وإخضاع نشاط الاستراد لمبدأ التخصص والاكتتاب في دفطر الشروط ورقمنة التجارة الخارجية والبطاقية الوطنية للمتجات الصناعية الفلاحية وتحليل هيكل الواردات لتحديد قائمة المتجات التي يمكن تقليص استرادها هذا مع تشديد محاربة تضخيم الفواتير ووضع استراتيجية تصدير وطنية وفي تعقيبه على هذا العرض أمر السيد الرئيس بالمنع الكامل لاستراد المنتجات الفلاحية في موسم الجني حماية للإنتاج الوطني وبتشديد الرقابة على الفواكه المستوردة لمنع تضخيم الفواتير والتأكد من النوعية حفاظا على صحة المواطن وشدد سيد الرئيس على المزيد من تقليص فاتورة الاستراد دون خلق الندرة في السوق وأمر بإحصاء دقيق لثروة الحيوانية باستعمال الصور الجوية حتى ننشئ قاعدة بيانات تمكننا من التحكم في هذه الثروة ومن ثم ضمان تزويد السوق بالكمية اللازمة منها اللحوم وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات آخر المتدخلين بتقديم عرض حول الوضعية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا كوفيد 19 والتدابير المتخذ لمواجهتها والحد من انتشارها وقد سمحت هذه التدابير ببروز مؤشرات إيجابية لسيما انخفاض نسبة شغل الأسر الأسر أقول المخصصة للمصابين على مستوى مصالح الإنعاش وانخفاض محسوس في عدد الوفيات وارتفاع حالة التمثل للشفاء إلى 98.02 من المئة ومع ذلك أكد الوزير أن لجنة العلمية لرصد ومتبعة تفشي جائحة كورونا قد أوصت بمواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية لعزل الحالات المنفردة والسيطرة عليها ولدى تدخله أمر رئيس الجمهورية الوزيرة المختص بتشديد الرقابة الصحية عبر التراب الوطني والتنقل كلما كان ذلك ضروريا للوقوف على الوضعية في عين المكان تفاديا للإحتياجات التي قد يثيرها نقص غير مقبول في هذا المستشفى أو ذاك من المستلزمات الطبية المتوفرة بشكل كافي على مستوى الصيدالية المركزية للمستشفيات لمواجهة كل الطلبات كذلك أمر بتشديد الرقابة في بعض المستشفيات التي يشاع عنها في وسائل الإعلام أنها مقتضة وأن حالات من عدم التكفل بمرضاها موجودة وهنا أعطى السيد الرئيس تعليمات بوضع طائرة خاصة تحت تصرف الوزارة للتنقل في أي وقت إلى عين المكان للتأكد من مدى صحة المعلومات التي تنشر هنا وهناك وقبل أن ترفع الجلسة والمصادقة على قرارات فردية تتعلق بالتعيين في مناصب سامية أعطى السيد الرئيس أعطى توجهات من أجل المزيد من التنسيق في العمل الحكومي والتواصل المباشر مع المواطنين لأن النوايا الصادقة كما قال لا تكفي للحفاظ على ثقة المواطن إذا لم تكن متبوعة بإنجازات ملموسة في الميدان كما جدد موقفه الرافض للإستدانة الخارجية حفاظا على الكرامة والسيادة الوطنية وحث الحكومة على مزيد من الاجتهاد والصرامة في التسهير وتخفيض الواردات حفاظا على احتياطي الصرف وإستغلال ظروف الركود الاقتصادي الذي تمر به بعض الدول المتقدمة لاقتناء المصانع المستعملة التي تكون في حالات جيدة بأسعار زهيدة وذات مردود فوري وتجدر الإشارة إلى أن ملف التعليم العالي والبحث العلمي تأجلت دراسته تأجلت إلى حين بحث ملف الدخول الجامعي القادم انتهى بيان مجلس الوزراء الملتئمي هذا اليوم